موسيقى كان الستوديو بدأ في 1983 وموسيقى هو أول فيلم تصور هنا في الستوديو هو الفيلم جوهارة النيل مثل مايكل دوغلاس وكاتلين ترنر هو أول فيلم تصور سنة 1983 ومن بعد من نوجه عدة إنتاجات عالميين من بينهم فيلم كوندون من إخراج مارتان سكورسيس سنة 1996 وأيضا فيلم أستريكس يوبيليكس ميسيون كليوباترا الذي مثل فيه جمال دبوز مونيكا بيلوتي وجيرار دي بارديو سنة 2000 وأيضا مجموعة من السلسلات التلفازية والأفلام الوثائقية صورت داخل الأستوديو مثل فيلم موزيس موزيس الذي شارك في الممثل المشهور بين جينكس لي سنة 2009 وأيضا فيلم بينهور في نفس السنة 2009 وأيضا فيلم آساسانس كريد سنة 2016 يعني مجموعة من الإنتاجات العالمية صورت داخل الأستوديو وأيضا فضاءات طبيعية هنا في ورززات مثل قصبات أيت بن حدو المشهورة المصنفة في الصورات العالمية لليونيسكو وأيضا في ديكورات طبيعية في نواحية الورززات يعني كل هذه الإنتاجات العالمية تتساهم في تشغيل لأياد محلية مهمة من منطقة ورززات بعض يشتغلون كتقنيون في عدة مجالات كتصميم الملابس والمكياج وأيضا المؤثرات الخاصة والبعض الآخر يشتغلون ممثلين تانويين في الأفلام بالنسبة للبناء الدكورات السينمائية هنا في ورززات يعني تستعملوا مواد بسيطة كالجبس وأيضا الخشب والقصب يعني مواد بسيطة جدا لأن هنا في ورززات جو جاف جدا وأيضا بالنسبة لتسقطة المطارية قليلة هنا في ورززات يعني الجو والمناخ ديال الورززات تلأم هذه الدكورات السينمائية هذا هو العمل من بين العوامل التي تستقطب الإنتاجات العالمية هنا في ورززات هو المناخ الجميل ديال الورززات وأيضا الإضاءة الطبيعية دات الجودة العالية التي تداز بها هذه المنطقة وأيضا ديكورات مختلفة كالصحاري والجبال والقصبات والويديان وأيضا مجموعة مجموعة من الدكورات الطبيعية تتوفر هنا في هذه المنطقة بالنسبة للستوديو، كل ديكور تتبنى من أجل الإنتاج عالمي يعني الستوديو ما زال في التطور كل سنة تضاف واحد ديكور والجوج الدكورات هنا داخل الستوديو يعني ما زال في التطور كل ديكور تحتاج تقريبا واحد المدة ديال الشهر بين شهرين ديال العمل من أجل البناء كل هذه الدكورات صمموها عرفوا بنوها أيد عاملة محلية من مطاقة ورزيزات مدة التخضير هي التي تتطرق واحد المدة طويلة من بين شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبا ولكن التصوير تأخذ واحد المدة بسيطة بحل تقريبا واحد خمسة تشر يوم عشرين يوم داخل الاستوديو على حسب اللقاطات التي تحتاجونها داخل الاستوديو بعض المرات تستغل الاستوديو واحد اللقطة والجوج في الفيلم ولكن تستعملوا ديكورات طبيعية هنا في ورزيزات وبعد المرات تستعملوا داخل الاستوديو الواحد المدة طويلة وتصوروا بعض اللقطات خارج الاستوديو آخر عمل تصور في شهر مصارين هو سيسيلة إنجليزية تحكي عن قصة عيسى عليه السلام يعني الحياة دياله وكيف كانت يعيش هي قصة من إنجليزية راسو داخل الاستوديو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية